هنروح لكرة السلة رجال الحقيقة نتائجهم في حالة رضا وارتياح عند جمهور النادي الاهلي وانا اقولهم الحقيقة الفريق شكله جميل الفريق طبعا خلال سنتين تلاتة تم بناء الفريق ده مع قدوم الجهاز الفني المجود كان عندنا مباراة الاسبوع ده مع الترام في دور الستاشر لكأس مصر خلاص خلصنا اتوينا صفحة المرتبط فرحنا انبساطنا تالت بطولة دخلنا على بطولة جديدة وهي كأس مصر الحمد لله النادي الاهلي اكتسح الترام بنتيجة 86-47 بنتيجة 39 نقطة كده تأهلنا لدور التمانية طب هنلاعب مين هنلاعب الفائز من اصحاب الجهاز وجزيرة الورد ده في دور التمانية كسبنا في طريقنا قبل النهاء الزمالك طريقنا في قبل النهاء الزمالك طيب مين في قبل النهاء الثاني غالبا هيكون مين هيكون الاتحاد السكنداري والجزيرة غالبا هيكون الامور كده السموح الجزيرة صح الجزيرة خسر مبارح صح برافو عليكم صح يعني فريق الاعداد بيصلح للجزيرة خسر مبارح من سموح فرق بنت على ما تذكر بعد 6 أشواط 4 أشواط السيين وشوطين اكستراتايم 83-280 فرق نقطة مباراة يعني ما حدش كان متوقعها 6 أشواط دي مش كتير بنشوفها في البسكت طبعا دي لقطات او صورة من تتويج الفريق ببطولة المرتبط وده فريق المرتبط بتاعنا فريق درجة الاولى فريق المرتبط كانوا مع بعض في الصورة ففريق كرة السلة الحقيقة في حالة عامة من ارتياح طبعا الوضع بعد الكاس عندنا مباريات الدور الستاشر في السوبر هللعب القناة رايح جاي بيستوف سري رايح جاي والمباراة تالتها تبقى معنا لعبنا ان شاء الله يا رب ما نحتاجش المباراة تالتها القناة فريق محترم شد معنا جامد في دور الستاشر أيضا في دوري السوبر أو سوري دوري الثمانية أنقس الدور الستاشر المرتبط لعبنا مباراة ذهبا وإيابا وعملوا مباراة كويسة جدا على لعبنا وأيضا مباركة وكويسة جدا على ملعبهم ملعب هيئة قناة السويس ده الاشتراكات اللي جاية لفريق الباسكت بس في العادي وفي المجمل في حال ترتياح لسه فاضل عندنا بطولتين لسه فاضل عندنا بطولتين بطولتين هيكونوا بوابة لحاجة تانية يقولها لكم عندنا كاس مصر وعندنا السوبر البطولتين دول أو بطولة السوبر بالأخص هتبقى بوابتنا الأفريقية هتبقى بوابتنا للبال الأفريقي وإن شاء الله إن شاء الله فرقتنا دي بالسكواد ده بالسيب العمار السينية دي بإذنك يا رب مع شوية مجهود ممكن نتسايد إن شاء الله لبسكتها تاربع سين جاية أنا بقول لكم والكلام ده إن شاء الله على مسؤولية الفريق فريق كويس عندنا مجموعة من اللاعبين عندنا أجيال مختلفة في الفريق والجميل أن الاعتماد الأساسي في الفريق على الأجيال الوسطى والأجيال الصغيرة تاني الأجيال الكبير موجود وما كانوا محفوظوا بيشارك إنما قوام الفريق ودي الحاجة اللي اتطمني إنه قوام الفريق من الجيل المتوسط والجيل الصغير عمر زهران عبدالله ناصر محمود وليد مؤمن طريق خيري عندك الجيل الوسط أو مش الوسط هم اعتبروا شباب لسه عندك سيف عندك هاب أمين عندك المجموعة عندك مهيبة عندك مجموعة من اللعيبة اللسه في المرحلة اللي هي 24-25-26-27 سنة قوام الفريق الأساسي هو ده كل التوفير لفريق السلة أنا بس دائما بحب أتكلم وديهم حقهم لأن الحقيقة بيبسلوا مجهود جاي جدا